تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرته أفلو بلغواط من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة لتورطه في قضية حيازة مشروبات كحولية قصد البيع بدون رخصة حيث وبناء على معلومات واردة مفادها قيام هذا الأخير بحيازة وترويج مشروبات كحولية انطلاقا من منزله بمدينة أفلو على إثر ذلك وبعد استفاء الإجراءات القانونية تم ضبط وحرز على مستوى المسكن سيل في الذكر كم يقدر بـ 3300 وحدة من مشروبات كحولية محلية صنع بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية لقضية الحال سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيلة